موسيقى السلام عليكم أصدقائي أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة اليوم موضوع هذا الفيديو يتعلق بالتجاعد في الوجه حول العينين منطقة الفم هنا وكذلك الجبهة أول شيء أريد الإشارة إليه في هذا الفيديو هو أن التجاعد نوعين تجاعد مبكرة لدى فئة الشباب وتجاعد بالنسبة لأشخاص في عمر معينة فوق الثلاثين والأربعين إلى غير ذلك من الأعمار على أي حال التجاعد تظهر في أشخاص حسب نوعية بشرتهم حسب النظام الغذائي الذين يعتمدون عليه حسب مدى تعرضهم إلى الشمس يعني هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة والتجاعد في الأشخاص من شخص إلى آخر لهذا في هذا الفيديو اخترت لكم وصفتين طبيعيتين بعناية تعملان على محاربة التجاعد في الوجه في وقت وجيز يبقوا معي في هذا الفيديو لتعرف على المزيد أصدقائي سوف أقدم لكم الوصفة الطبيعية الأولى لمحاربة التجاعد كما قلت لكم سابقا في الفيديو الوصفة الأولى هي سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت لكنها فعلا مفعول رائع جدا على البشرة تشد البشرة تعطيها نظارة وتعطيها الشد الذي نريد الحصول عليه خاصة إذا دومنا عليها مكونات الوصفة الأولى أصدقائي تتكون من البيض زائد بيضة قطرت من الحامض أنا لا أحب فكرة إضافة كثير من الحامض لأنه يعمل فقط هيجا للبشرة الحساسة والعنصر الثالث وهو النشا كلنا نعلم أن النشا لديه عنصر قابض يعمل على شد البشرة وكذلك إعطائها الشد الذي نريد الحصول عليه بشكل طبيعي طريقة عمل هذه الوصفة الأولى أول شيء أريد الإشارة إليه هو أن بالنسبة للبشرة الجافة سوف نحتاج إلى صفار بيت أما بالنسبة للبشرة الدهنية سوف نحتاج إلى أبيض بيت إذا نقوم بأخذ مثلاً بيض بيت أو أصفر بيت حسب البشرة لدينا نضيف إليه نصف ملعقة من النشا لن نحتاج إلى الكثير من النشا لأن البيض لديه أيضاً خصائص تقوم بشد البشرة ولذلك لن نحتاج إلى الكثير من النشا أو مصحوق الدراء ونضيف عليه بضع قطارات من الحامد حتى لا يحصل معنا هيجان على البشرة كلنا نعلم أن البيض يحتوي على العديد من البروتينات يحتوي على الكولاجين التي تعمل على شد البشرة ومنحها الشباب وكذلك النضارة والنشا يعمل أيضاً على شد البشرة من كل الجوانب والحامد قلت لكم سوف نضيفه فقط بضع قطارات لأنه يحتوي على عنصر مبيض ومطهر للبشرة إذن على وجه نضيف بالغسول الذي نستعمله كل يوم سوف نقوم بخلط هذه المكونات الثلاثة جيداً ثم نضعها على بشرة نضيفة ونتركها إلى مدة نصف ساعة تقريباً ثم نشطف الوجه بما دافئ إذا دومنا على هذه الوصفة تقريباً 4 إلى 5 مرات في الأسبوع فأنا أدمن لكم نتيجة رهيبة رائعة جداً بعد شهر يمكنكم الرجوع إلى الفيديو وترك تعليق حول النتيجة التي حصلتم عليها نسبة للوصفة الثانية الطبيعية فهي تحتوي على الأفوكادو والقليل من عسل النحل الطبيعي كلنا نعلم أن الأفوكادو فهو يعد مصدر غني بالكولاجين وكذلك عناصر مرقبة ومغدية التي تمنع ظهور التجاعد وتحارب التجاعد الموجودة على الوجه كذلك يتوفر الأفوكادو على عنصر مهم يعمل على إنتاج الكولاجين في الوجه وبالتالي يعمل على محاربة كل التجاعد سواء الموجودة أو التي بدأت بالظهور نحتاج كذلك إلى العسل كلنا نعلم أن العسل يحتوي على عناصر كثيرة مطهرة وتعمل على إعطاء النظارة وإشراق للوجه كي لا أطيل عليكم سوف أدخل مباشرة في طريقة تحضير الوصفة سوف نحتاج إلى ربع حتى نصف حبة أفوكادو حسب حجم وجه كل شخص وكذلك ملعقة متوسطة من عسل النحل الطبيعي سوف نقوم بطحن الأفوكادو نصف حبة أو ربع حبة كما قلت لكم سوف نضيف عليها بعد ذلك ملعقة متوسطة من عسل النحل الطبيعي حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس ثم نضعه نطبقه على كل جوانب البشرة خاصة المناطق التي يتواجد بها التجاعد على بشرة نظيفة بطبيعة الحل ونتركه على البشرة إلى نصف ساعة بعد ذلك يمكننا شقف الوجه بالماء يمكننا استعمال هذه الوصفة الرائعة من ثلاثة إلى أربع مرات في الأسبوع لحصول على نتائج مرضية وفي وقت وجيز بطبيعة الحال سوف تشعرون أو تلاحظون في حدود فرق جميل على وجهكم إن شاء الله أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد أعجبكم حول الوصفة الطبيعية لمحاربة التجاعد في الوجه بنسبة للشباب أو لأشخاص كما قلت لكم من سن الثلاثون فما فوق وإذا كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو قادم بحول اللعنة